السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام أينما كنتم مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنشتغل فيه على التقويم التشخيصي الخاص بمرجع المفيد في اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدائي إذن على بركة الله سنبدأ بنص الانطلاق إذن نص الانطلاق هو بعنوان النظافة من الإيمان وانطلاقا من هذا النص ننجز سويا مجموعة من الأنشطة والتمارين المرتبطة به إذن على بركة الله سأقرأ عليكم هذا النص العنوان النظافة من الإيمان في الطريق إلى المدرسة يلاحظ فؤاد وخديجة عمال النظافة يجمعون القمامة ووقت العودة إلى المنزل تكون القمامة قد ملأت المكان مرة أخرى في المساء تحلقت الأسرة حول المائدة وعرضت خديجة وفؤاد المشكلة على الوالدين قالت الأم يتسبب تراكم القمامة في انتشار الأمراض ويصبح منظر الحي قبيها قال الأب هيا نفكر في حل لمشكلة القمامة قالت خديجة لنوفر صناديق القمامة قال فؤاد الصناديق موجودة ويكفي أن نضع إعلانات ترشد الناس لوضع القمامة داخلها فكرت خديجة ثم قالت ليتعاون أهل الحي على غرس شجيرات على جنبات الطريق وداخل ساحات الحي فالناس لا يلقون القمامة في الأماكن المغروسة قال الأب رأي مفيد في اليوم الموالي اجتمع أفراد الأسرة مع السكان وتعاون الجميع على شراء الشجيرات عفوا على شراء الشجيرات والنخل لغرسها بعد أيام قليلة أصبح الحي نظيفا ومنظره جميلا فرح الجميع بجمال المكان وعلق لافتة كتب عليها النظافة من الإيمان إذن هذا هو نص الإنطلاق والمطلوب منكم قراءة النص مرتين أو ثلاث مرات حتى تتمكن من فهم أفكار هذا النص وما جاء فيه إذن بعد القراءة سنمر إلى إنجاز الأنشطة المرتبطة بهذا النص إذن النشاط الثاني أكمل الخطاطة بكلمات لها علاقة بكلمة النظافة إذن الكلمة التي سننطلق منها هي كلمة النظافة وسنكتب هنا مجموعة من الكلمات أو العبارات التي لها علاقة بالنظافة وتمت مساعدتنا بكتابة الكلمة الأولى إذن الكلمة الأولى هي ميكناسة إذن الميكناسة هي تلك الأدات التي نستعملها لكنس الأزبال في البيت وحتى في الشارع إذن المطلوب أن نقترح كلمات أخرى لها علاقة بكلمة النظافة إذن في النظافة نستعمل مثلا مواد التنظيف إذن بالإضافة إلى الميكناسة نستعمل أيضا مواد التنظيف من صابون ومساحيق خاصة بالتنظيف إذن مواد التنظيف أيضا نستعمل في النظافة نستعمل أيضا الماء إذن ممكن أن نضيف ماء ثم أيضا في النظافة نستعمل كيس القمامة لجمع الأزبال إذن ممكن أن نضيف أيضا كيس القمامة وأيضا من بين مواد التنظيف التي نستعملها والتي لها علاقة أيضا بالنظافة هناك الصابون إذن ممكن أن نضيف صابون أيضا وممكن أيضا أن نضيف كلمات أخرى مثلا غسل الملابس هو أيضا له علاقة بالنظافة غسل اليدين الاستحمام أيضا هذه الكلمات فهي الأخرى فلها علاقة بالنظافة أنتقل بكم إلى النشاط الثالث أضع علامة في خانة المعنى الصحيح لكل كلمة ملونة في الجمل الآتية إذن لدينا الجملة الأولى تحلقت الأسرة حول مائدة الأكل إذن تحلقت الأسرة حول مائدة الأكل إذن غالبا عندما تأتي الأسرة لتناول وجبة الأكل فإنها تتحلق على المائدة أي تشكل حلقية أو تجلس بشكل دائري إذن هنا يجلس الآب هنا الأم وهنا الأبناء إذن تحلقت على المائدة هل هي بمعنى تفرقت على المائدة أم تجمعت حول المائدة أم قصت حول المائدة إذن طبعا فالمعنى الصحيح سيكون هو تجمعت لماذا لأننا في الأكل نتجمع حول المائدة ثم الجملة الثانية يتسبب تراكم القمامة في انتشار الأمراض إذن تراكم القمامة إذن نرمي هذا الشخص يرمي الأزبال يأتي شخص آخر يرمي أيضا أزبال أيضا تستمر عملية رمي الأزبال بحيث تصبح هذه الأزبال متراكمة إذن متراكمة بمعنى متجمعة في مكان واحد وعليه فتراكم هل سيكون معنى هو تجمع أم تشتت أم ركوب إذن طبعا تراكم القمامة أي تجمع القمامة أو تجمع الأزبال إذن المعنى الصحيح هو تجمع والجملة الأخيرة لدينا نضع إعلانات ترشد الناس إذن هذه الإعلانات ما دورها دورها هو إرشاد الناس إذن ترشد الناس بمعنى تدلهم على السلوك الصحيح أو لا على مكان وجود أزبال أو أكياس القمامة مثلا إذن ترشدهم بمعنى تهديهم وتدلهم إذن المعنى الصحيح هو تدل الناس وليس تجنب الناس أو تخيف الناس النشاط الرابع إذن لدينا أضع علامة في خانة الاختيار الصحيح المشكلة التي ناقشتها الأسرة هي إذن هذه الأسرة في هذا النص الذي قرأنا هل المشكلة التي ناقشتها هي تبذير الماء أم تراكم القمامة أم حوادث السير إذن لو عدنا إلى النص سنجد في النص تحلقت الأسرة حول المائدة وعرضت خديجة وفؤاد المشكلة على الوالدين إذن هذه المشكلة المشار إليها هي القمامة إذن تكون القمامة قد ملأت المكان مرة أخرى ويمكن أن نجد أيضا في الفقرة الثانية قالت الأم يتسبب تراكم القمامة تراكم القمامة في انتشار الأمراض إلى غير ذلك أيضا قال الأب هيا نفكر في حل لمشكلة القمامة إذن المشكلة التي ناقشتها الأسرة طبعا فهي تراكم القمامة سنضع علامة هنا النشاط الخامس أضع علامة في خانة الاختيار الصحيح الحل الذي اقترحته الأسرة لمشكلة القمامة هو إذن ما هو الحل؟ هل هو غرس الأشجار؟ باء حراسة الحي تأ توفير صناديق القمامة إذن سنعود إلى النص سنبحث عن الحل الذي اقترحته هذه الأسرة لمشكلة القمامة إذن بالعودة إلى النص نجد في الفقرة الثانية قالت خديجة لنوفر صناديق القمامة لكن فؤاد قال الصناديق موجودة ويكفي أن نضع إعلانات أو إعلانات ترشد الناس لوضع القمامة داخلها ثم أعادت خديجة التفكير مرة أخرى وقالت ليتعاون أهل الحي على غرس شجيرات على جنبات الطريق وداخل ساحات الحي ثم في الفقرة الثانية أيضا نجد وفي اليوم الموالي اججمع أفراد الأسرة مع السكان وتعاون الجميع على شراء الشجيرات والنخل لغرسها إذن هكذا نجد على أن الحل الذي اقترحته الأسرة لحل مشكلة القمامة هو غرس الأشجار أما توفير صناديق القمامة فهي كانت موجودة أصلا ولا يستدعي الأمر توفيرها الآن ننتقل إلى النشاط الأخير أقترح عنوانا آخر للنص إذن كما نلاحظ فالنص عنوانه هو النظافة من الإيمان الآن سنعطي عنوان آخر يتناسب مع مضمون النص إذن ممكن أن نقترح مثلا لنحافظ على حينا لنحافظ على حينا مثلا ممكن أيضا أن نعطي عنوانا آخر مثلا الحي النمودجي أو الحي المثالي إذن الحي النمودجي ممكن أيضا مثلا أن نعطي عنوانا آخر الحي النظيف مثلا إلى غير ذلك من العناوين التي تنسجم مع مضمون وأفكار النص إذن نلتقي في فيديو مقبل لإنجاز أنشطة الصفحة الثامنة ترجمة نانسي قنقر